موسيقى ذكر بأنه ذهب لصلاة العشاء وفاته الشيخ كما يقول أدرك فقط الركعتين الأخيرتين كيف يتم الصلاة الشيخ هل يقرأ سرا أم جهرا هل يقرأ الفاتحة فقط أم معها سورة أخرى الجواب على هذا السؤال هو منبني على مسألة تعرف في كلام الفقه ما يقضيه المصلي هل هو أول صلاته أو آخر صلاته هذه المسألة يتفرى عليها هل يقرأ جهرا أو سرا هل يقرأ سورة بعد الفاتحة أو لا كل هذا مترتب على ما يقضيه المصلي هل هو أول صلاته أو آخر صلاته للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء على أن ما يقضيه المصلي إنما هو آخر صلاته وما أدركه مع الإمام هو أول صلاتي فإذا جئت أنا مثلا مع الإمام كما سأل أخونا محمد في الركعة الثالثة ودخلت معه فأنا الآن في أول صلاتي وبالتالي إذا فرغ الإمام من صلاتي بالسلام أقوم وآتي بركعتين لا أجهر فيهما بالقراءة ولا يسن لأن أقرأ سورة بعد الفاتحة لأنها آخر الصلاة والركعتين الأخيرتين من الصلاة لا تقرأ فيها سورة بعد الفاتحة في الغالب وإن كان ورد ما يدل على أنه يقرأ أحيانا لكن السنة الغالبة أنه يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقبوا وفي بعض الريوات فاكموا فالقضاء هنا المقصود به ليس القضاء لما فات بصفته إنما المقصود بالقضاء هنا الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الآخرة الرواية الأخرى فأتموا فالقضاء يأتي بمعنى الإتمام وهو المقصود بهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقبوا أحسن عليكم شكرا للمشاهدة